يا صباح الخير والحب والسعيدة على كل أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم 30 دقيقة معهدة ومعكم هضا العيوب برنامجنا هنتكلم ونعرف ونحكي عن كل تفاصيل حياتنا ومشاكلنا وأحلمنا حلقتنا النهاردة حلقة جميلة ومهمة جدا وهي عن عمليات حقن مجهري التي تعد من أحدى التقنيات المساعدة على الإنجاب والتي تستخدم لعلاج مشاكل العقم المرتبطة بالحيوانات المناوية لذلك يستخدم الحقن المجهري لتعزيز طور الإخصاب تطور الإخصاب في عملية التلقيح النهاردة معينا الدكتور عصا ومشعير هيشرفنا النهاردة وخلانا الرحب بوجوده معنا النهاردة أهلا بحضراتك يا دكتور أهلا بحضراتك يا سوزة هود شكرا حريك على الدعوة الكريمة وأهلا بحضراتك ومشاهدين الترام في البداية دكتور عزين نعرف إيه هو الحقن المجهري وظهر إمتى طيب مبدئيا هو الحقن المجهري هو وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد الموضوع تطور من فترة طويلة يعني أول تجربة نكحة بالنسبة لنا حاجة اسمها أطفال الأنابيب ده مرحلة أولية بالنسبة للحقن المجهري يعني كانت في السبعينيات الطفلة اسمها طفلة لويزة وهي لسه موجودة معنا يعني دلوقتي في الاربعينة تعتقد يعني ما شاء الله وبعد كده اتطور الموضوع وكمل معنا بحاجة اسمها الحقن المجهري اللي هو بيختلف شوية عن الأطفال الأنابيب الحقن المجهري أول تجربة نكحة بالنسبة لنا كانت في بداية التسعينيات فهو بالنسبة لنا يعتبر دلوقتي هو الوسيلة السائدة في علاج تأخر الإنجاب بعد فشل المحاولات الأوليئة بتاعتها طب ايه بقى هي خطوات الحقن المجهري؟ خطواته ايه؟ طيب هي خطوات الحقن المجهري مبدئيا كده ان احنا لازم مشخص ان الزوجين دول عندهم تأخر إنجاب ومحتاجين حقن مجهري ده بيتم ان هو مفيش تشخيص لحالة ان هي تأخر إنجاب غير لما يكون عدة سنة على الآل علاقة زوجية كاملة بين الزوجين مفيش اي مشاكل وطبعا نكون مستبعدين ان يكون الزوجة سن كبير يعني بدأنا ان احنا خلاص شخصنا ندي تأخر إنجاب وحنتجه الحقن المجهري بعد مكون خاص خدنا خطواتنا ان هو فشل الى لغاية الدوائية او اي اجراءات طبية تانية ساعتها لازم بنحضر الزوجين تحضير كامل بنعمل تحليل كاملة للزوجة تحليل هرومونات تحليل كامل للزوج تحليل سائل منوي كامل وطبعا بنعمل صنار مهبالي صنارسي العبعاد او اشعب السابغة نتطمن بها على الرحم على النبيب الرحمية لازم نعمل فايل طبي كامل قبل بداية خطوة الحقن المجهري نفسها طب نفهم من كده يا دكتور ان فيه طرق تانية للمساعدة في الاخصاب على الحقن المجهري اه طبعا لا لا هم بتبقاش كده هي الفكرة ان هو مش كل حالة فيها تأخر انجاب طبعا لازم ننتاجه لحقن المجهري في حالات تأخر انجاب بتبقى محتاجة عليك دوائي بس مش اكتر في حالات تأخر انجاب بتبقاش محتاجة عليك دوائي بتبقى محتاجة على الارشاد نفسي وفي حالات تأخر انجاب ينفع معها اساليب تانية زي التدخل بمناظير جراحية أو ممكن نبدأ محاولة أكثر مثلاً الحاجة اسمها تلقيح صناعي مع أنه فرصه مجاح أو أقل أو زي بعض الحالات أنه احنا بنتاجه خلاص للحقن المجهريين كل حالة على حسب الفترة تأخر الانجاب بتاعتها وطبيعة ونتاج التحليل للزوجين احنا بنحدد الخطوة المناسبة ايه؟ طب النسبة كده ايه دكتور؟ فيه نسبة النجاح؟ أكيد السؤال ده بتتسئله كتير وكل ست بتدقفه وشار الحقن المجهري بتبقى نسبة كم في المية نجاحه؟ احنا بمقدرش نقولها نسبة شارب بنسبة محددة للحقن المجهري لأن كل حالة بتحتلف من حالة للتانية يعني احنا بنعتبرها كده أن احنا بنفصل البروجرام والبروتوكول بتاع الحقن المجهري ونسبة النجاح على حسب طبيعة المعطيات بتاعتنا ونتاج التحليل وعمر الست ونتاج التحليل بتاع الزوج كلام ده كله عندما احنا بتتكلم لو بتتكلم بشكل عين احنا نسب نجاح الحقن المجهري لو الأمور مستقرة وتمامة عند الزوجين بنتكلم في حدوث ستين في المية والنسب معقولة جدا طب ايه العوامل اللي بتتحكم فيه؟ تحكم في معنى نجاح أو فشل؟ اوه هي النسب نجاح الحقن المجهري بتزيد معنا أكثر لما يكون الزوجين سنه صغير التحليل بتاعتنا كويسة مفيش فيها مشاكل زهرة معنا لشعر السابقة بتاعتنا أو صنور مهبالي سلاسل أبعاد مفيش فيها اي مشكلة مش محتاجين تدخل جراحي أصلاً اصلاح عيوب خلقية في الراحم الكلام ده كله طالما لأمور مستقرة بيخلين سابقنا بتاعتنا طبعاً كويسة زائد لاختيار البروتوكول المناسب لتنشيط لمتابعة الحقن المجهري وطبعاً اختيار مركز الحقن المجهري المناسب وده بيعتمد في الأساس على المعمل معمل الأجنة معمل الأجنة ده اللي بيتم فيه عملية الإخصاب اللي هو بيتم فيه زرع الحقن المنوي بشكل مباشر جوه البويضة واللي احتفاظ بيه جوه مهضة معين كده في ظروف معينة تسمح له انه هو يبقى فيه انقصامات ويتطلع لنا جنين درجة أولى يسمح لنا انه نزرع أجنة حاجات دي كلها بتعتمد وبتأثر جداً في عمل النجاح يعني ايه تجميد الأجنة يا دكتور حضارك بتقول تجميد الأجنة يعني ايه تجميد الأجنة طيب احنا بالنسبة لنا الحقن المجهري لما بنعمل خطوات الحقن المجهري اللي هي استكملاً لها يعني ان احنا خلاص حضرنا الزوجين وعملنا لتحليل بتاعتنا كاملة وبدأنا حاجة اسمها التنشيط التنشيط للحقن المجهري ده بيبقى برعاً حوان تبقى أغلبها هرمونات الغرض منها ان احنا بننشط ومنحفز المبيض انه هو يطلع أكبر عدد ممكن من البويضات الجيدة اللي هي تسمح لنا بعد كده بتكوين أجنة كويسة تسمح لنا بالزرع مع بداية التنشيط بتاعنا وبنخلص مرحلة التنشيط وعلى حسب البرتوكول فترة التنشيط دي ممكن تبقى من حوالي أسبوعين لحوالي شهر لمدة شهر بيبتدي نحدد معاً حاجة اسمها سحب البويضات سحب البويضات ده بيتم في مركز الحقن المجهري خلاص السيدة أو الزوجة تمت عملية التنشيط كاملة وبقى مثلاً متكون عندنا عدد معين بويضات في اليوم ده بتحضر الزوجة للمعمل المركز الحقن المجهري ومعها الزوج بناخد من الزوج عينة السائل المنوي وبتم المعمل تحضيرها بشكل معين لفصل الحيوانات المنوية اللي فيها مشاكل وتحضير الحيوانات المنوية الجيدة لتسمح لنا بالأخصاب وبيتم سحب البويضات بعد كده المعمل بيجي دوره هنا انه هو بياخد الحيوانات المنوية الجيدة اللي مفيش فيها تشوهات اللي حركة بتاعتها كويسة المرفولجي على الشكل العام بتاعها سليم وبيحقن بيها البويضات وبننتظر يومين لتلاتة يام وبيدينا بعد كده القرار المعمل نحن دلوقتي متكون عندنا عدد أجنة معين فبيسمح لنا بعد كده بالزرع فدلوقتي يسبب في اليوم مثلا معين وناس في يوم تاني معين تاني بلغض فده بيتحدد على حسب بقى حجم على حسب عدد الأجنة اللي معين وعلى حسب درجة وجودة الأجنة بتاعتنا ففي بعض الحالات ممكن بنرجع أو بنزرع الأجنة في اليوم التالت وبعض الحالات لأ بنزرعها في اليوم الخامس فييجي الدور هنا زي محارف بتقولي كده إيه الفرق بقى إنه هو في أجنة تجميد ومش أجنة تجميد أو يعني إمت بقى نجمد الأجنة وإمت بنتزرحش طيب إحنا في الأغلب بنلجأ إن إحنا نزرع الأجنة فريش بمعنى إن إحنا خلاص تكون عندنا أجنة كويسة فإحنا بنزرع الأجنة فريش إلا لو في حالات معينة زي مثلا إن إحنا تكون في استجابة زيادة من المبيض أو فرطة تنشيط من المبيض حصل مع التنشيط فساعتها إحنا بنجمد الأجنة اللي تكونت معنا دلوقت وبنقول للأم هنستريح فترة معينة بحيث أن الهرمونات في الجسم تهدى وترجع لمعدلاتها الطبيعية ونرجع نزرع الأجنة وهي بشكل مجمد وفي حالات تانية إحنا ممكن بنزرع فريش أوكي بس بمتكون معنا عدد أجنة كويس فالعدل الأجنة ده خلاص يعني بنجمده علشان لو لقدر الله المحاولة الأولى لحان المجهرية ربنا ما كتب لقاش النجاح فببعنا أجنة مجمدة ممكن نرجح وهنا بس أوضح نقطة عشان بعض الناس بتبقلقانا من القصة دي المعدل نجاح الحقن المجهري في الأجنة المجمدة ما بيفريش خالص على الأجنة الفرش خالص وممكن في بعض الحالات بيبقى أفضل كمان من الأجنة الفرش يعني المجمد أفضل من الفرش في بعض الحالات طبعا بيبقى أفضل طب يا دكتور بقى يعلاج الحقن المجهري ده بيكلف وبيأخذ وقت كتير هو الوقت صغير بقى طيب هو الوقت بتاع الحقن المجهري ده بيختلف على حسب البروتوكول اللي بنستخدمه وعلى حسب إحنا فصلنا البروتوكول ده على الحالة المناسبة لها فبنتكلم مدين كده من شكل من حوالي أسبوعين لشهر على حسب البروتوكول زي ما اتفقنا تكلفة الألوك دي بتختلف طبعا من الحالة للتانية على حسب استجابة المبيض وأنواع الأدوية المستخدمة فترة التحضير في أي مشاكل طبية قبل كده محتاجين لها أي تدخل ولا لأ يعني فيه هو ما فيش فيه تكلفة سابتة بشكل يعني قاطع طبعا على حسب المعمل ومركز الحقن المجهري والميديا اللي بيستخدمها والأدوات والتحضيرات بتاعته إنما بشكل عام على فكرة تعتبر مصر من الدول التكلفة الحقن المجهري فيها على مستوى العالم قليلة جدا طيب يا دكتور فقى يعني اللي بتعمل عملية الحقن المجهري لازم تنام وترتحته لفترة الحم ولا لا يدي من الشعات المنتشرة جدا لأ إحنا مجرد عملنا عملية الزرع الأجنة المريضة أو السيدة ممكن بتستريها بس هي أو مصر ساعة أو ساعة بحد أقصى وتروح بيتها عادي ما بيش أي مشكلة تمارس حياتها بشكل طبيعي بدون مجود زيادة بدون حركات عنيفة ولا أي حاجة إنما مش ملقة تبقى ملازمة السرير وبننتظر فترة أسبوعين بنعمل حاجة اسمها يختبر حملة رقم من الطم إنه ربنا الكرم والحمد اللي حصل حمل ومجرد إنه خلاص حصل حمل بتعمل إنه حمل طبيعي جدا ولا قاعدة بتصلي على الكرسي ولا الكلام ده كلهم أول حمل لا أمورها تمام خلاص هي بتعمل بشكل طبيعي طالما ما فيش أي مشكلة تانية طالما ما فيش نزيف علينا ما فيش أقلم شديد أسفل البطن بتعمل إنه حمل طبيعي خلاص طب بيبقى فيه بقى أكل معين يا دكتور بقى بيرفع نسبة نجاح الحقن المجهري لا هو ما فيش حاجة اسمها كده بصراحة إنما هو بشكل عام نقدر نتفق إنه هو الأكل الصحي الأكل اللي هو ما فيش موض حفظة اللي فيه توازن في نسبة الفيتامينات والعناصر راسية في الجسم ده مفيد بشكل عام للفيسولوجيا العادية بتاعت الجسم فطبعا بيحسن فرص نجاح الحقن المجهري نعم نقدر نقول مثلا إنه السويل اللي عمتن المية طبعا بشكل عام الخضار والفاكهة الكلام ده كله حاجات مفيدة جدا طب إيه أسباب بقى فشل الحقن المجهري بقى فيه ورضو فيه حاجة بتنجح فيه حاجة بتنجح أه طبعا هو الحقن المجهري زي وزي أي إجراء طبي لنسب نجاح ولنسب فشل وهنا اتفاعل إنه هو لو الدنيا تايمان بالنسبة لنا ما فيش أي مشكلة خالص فهنا بتكلم في حدود 60% تقريبا هي نسب نجاح الحقن المجهري النسب اللي بعد كده اللي هي ما ربنا ما بيزنش فيها بحملة دي في بعض الحالات ممكن بيبقى فيه سبب واضح نقدر بعد كده نتلافاه في الحالات اللي بعد كده أو في المرات التانية إنه إحنا ممكن ساعتها نلجأ عن النظر الرحم لو فيه مشكلة جوا في تقويف الرحم أو إنه هو فيه مشكلة في البروتوكول تحضرت بيه العيانة من الأول أو كان فيه مشكلة في العيانة بتاعت الزوج وكان محتاج علاج قبلها فممكن يتحضر إنه برضو ما نستبعدش إنه هو فيه جزء كبير من الحالات بيبقى سبب الفشل غير واضح بالنسبة لنا والحالة ممكن تعمل حالة مجهري مرة واثنين وثلاثة وربنا ما أزنش بحملة ويأزن في مرة الرابعة أو حالات كتير كده يعني بيبقى بنسبة لنا ده يعني حاجة غير معلومة السبب زي ما هو فيه حاجة اسمها تأخر إن جايب غير معلومة السبب فهو ما يبقىش فيه سبب واضح نقدر نلمسه ونقدر نتلافه بعد كده طب يعني كده يا دكتور برضو يعني اللي بتعمل حقنا المجهري وفشلت ممكن تعمل مرة تانية وإيه الفترة ما بين المرة الأولى ومرة التانية لا طبعا ممكن تعمل مرة تانية وثالثة يعني ما فيه عدد طالما الإمكانيات تسمح وطالما الظروف الصحية بتاعت الزوج والزوجة تسمح لا طبعا ما فيه عدد بيقدر يحكمنا في حاجة زي كده ما بين عملية وعملية هو الوقت ده اللي بيحدده الطبيب على حسب الحالة الصحية ووضع المبايد ووضع الرحم بعد التنشيط وبعض عملية الزرع أو عملية صحب البعضات فلا ما لهاش وقتها محدد يعني طب برضو يا دكتور برضو فيه ناس دي بي عندها أعراض أمراض تبراسية ممكن نتعرض ده نتجلب ده كله نمراض الورصية عن خطوات الحقن المجاري طب هو ده دي ميزة من ميزات الحقن المجاري ويعني ده ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو منع العلماء أنهم يوصلوا للتقنية دي أن الحقن المجاري ما بقاش بس وسيلة أنه هو بنعالك بيها تأخر للإنجابة عند الزوجين يعني هو طبعا فرحة كبيرة لناس كتير ربنا حرامهم من نعمة الخلفة أو الزرية يعني إنما دلوقتي كمان الحقن المجاري بيستخدم في تقنية معينة إن احنا نتلافع به بعض الأمراض الورصية اللي ممكن تكون درجة جوه العائلة المعينة فبنتستخدم تقنية حاجة اسمها فحص جيني قبل الزرع بمعنى إن احنا خلاص عملنا الحقن المجاري بخطوات كاملة وتكون عندنا الأجنة قبل ما بنزرع الأجنة دي بيتم فحصها بالشكل الجيني بنتلافع بيها الأمراض اللي احنا خلاص قريدي فيه مرض معين أو مرض وراسي معين فاحنا بنقدر نفحص الجنين ده ونتأكد الجنين ده فيه المرض ده أو ما فيهوش الجنين ده سليم ولا الجنين ده مش سليم قبل ما بنزرع الأجنة تاني طب نظر برضي يا دكتور نحدد نوع الولد أو بنت خاصة فيه نسبة تيه الحالات الشعبية مصد قصة الحاجات الشعبية فهو الحاجات الشعبية دي طبعا هي غير مزبطة تبين اللي بيصدف منها ويحصل مثلا الحمل بولد زي ما هو الطبيعي ما هو الطبيعي في أي نسبة حمل إنه هو فيه خمسين في المئة ولد وخمسين في المئة بنت فهي مش معنى إن هي الأمة مثلا خدت وصفة شعبية معينة وحصل حمل بولد ده بسبب الوصفة أنت كم ممكن من غيرها خلص يحصل الحمل بولد إنما فيه طبعا تقنية تانية اللي هو الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين وبشكل صريح كده نقولها كده إنه هو الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين هو الوسيلة الوحيدة المضمونة إنه وقت ما يحصل حمل يحصل بالنوع الأم أو الزوجين عايزينه بس نوضح إنه هو وقت ما يحصل حمل يعني هو الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين ليه نسب نجاح ونسب فشل زيه زي الحقن المجهري الطبيعي فإنما لو حصل حمل بالحقن المجهري والحقن المجهري نجح في شبه متأكدين خلاص إنه هو الحقن المجهري ده والجنين اللي تكون ده بالنوع اللي احنا عايزينه لأنه قبل عملية الزرع بيتم فحص الجنين ده بناخد مثل خلية قبل الزرع بتاعه وبنتطمن كده أخبرنا إيه الجنين سليم ولا مسليم وفي نفس الوقت الجنين ده ذكر ولا الجنين ده أنسى ربما يرزق كل واحد وزريه صالح يا رب معنات الصف تليفوني والألغة لو سمحت أنا كنت عاد ستر على تذكر بليس أنا كنت متزور جربي كده مين معين حضرتك طيب؟ عادي مفهول ده سمحت مخصوصي ممكن بس توفح حتة فهد شوكا طيب؟ ماشد حاضر قبير حاضر قبير حاضر قبير قبير حاضر حاضر قبير قبير حاضر حاضر كنت متزوج جربي كده وحس الإنجاب وضع ذلك للجواز في دولوكسانه وشغيره وحسرت أخر الإنجاب كان فيه نسبة تكيّس وعملت تحليس المنوط لها كويس وخذنا خمسة شهور بالنسبة للطنشيط والحاجاتية وعادة البوليغات كبيرت وقبت حاجة بس محسرتش حملي عنه وقال الدكتور في نسبة تكيّس على الموبايل وقال داعي في دقائق الحندس وقال داعي حقن للأرمونات فمش عارسين نحنا نسحنا الدكتور بإيه بعد كده الخطوة ومبارك الله فيك وخدرنام في الجرنين بتاعكم الله يحفظ حضرتكم الله يحفظ حضرتكم طيب ده من أحد أسباب اللي منتاجي فيها للحالة المجهاري لما يكون على كلام الأستاذ اللي بيتمتصل يعني إنه هو عمل تحليل سالمان وما فيش أي مشكلة وهو أصلا متزوجة قبل كده وحصل خلف آني إنما الزواج التاني إنه هو في مشكلة عند الزوجة في تكاييسات على الموبايل تكاييسات على الموبايل دي برضو من الأسباب اللي هي بتعمل تأخر إنجاب مش بشكل دائم عند بعض الناس بيحصل كده خاصة لما تعمل حاجة اسمها التراف في الهرمونات يعني في الحالات المشابهة لزي كده احنا بنعمل تحليل بتاعتنا لازم نطمن أخبارنا وأخبار التابويض بتاعنا إيه ومغزوهم يبيض عامل إيه وبتعمل متابعة حاجة اسمها متابعة التابويض هو على كلامه إنه هو خلاص عملت كده وخدت تنشيط بتاعها ما فترة حواليه خمس أو ست شهور في الحالات المشابهة لو ربنا ما يزنش بحمل في خلال الفترة دي بيبقى الخطوة اللي بعد كده هو حقن المجهري طب دكتور احنا كده عرفنا كل حاجة عن حقن المجهري وتكلفته طب تكلفة نوع الجنين بقى كم؟ تقريبا كم في المية؟ لا يعني التكلفة طبعا بتزيد كتير لأن تكلفة الحقن المجهري زي ما قولنا كده هي خلاص حددناها حسب بروتوكول للألاج وحسب فترة العلاج بتاعنا وتحديد المركز والمعامل اللي عملنا فيه الحقن المجهري منزيد بعد كده طبعا تكلفة فخص الأجنة ودي بتختلف على حسب عدد الأجنة ان احنا فحصناها وتكونوا عندنا يعني فاني هو الموضوع ده مش سابق خالص بس طبعا التكلفة بتبقى مضعفة على الأقل تماما في نهاية حلقتنا بقى يا دكتور بنشكرك جدا وحددتك ممكن برضو توجه نصيحة لكل زوج وزوجة عندهم تأخر في الإنجاب طيب هي نصيحة بس أخيرة في الموضوع ده عشان بعض الناس بتبقى متخيلة ان الحقن المجهري دي حاجة كبيرة أو عيب قوي ان احنا اتجي الحقن المجهري لسه بدر انت صغيرين مش عارف ايه الكلام ده لأ انما انا بتكلم ان هو طالما الزوجين فيه تأخر ان جاي بفترة معقولة وحصل ان هم اتطمنوا على نفسهم أغبار التحليل بتاعتهم والتحليل بتاعت الزوج والأمور مستقرة واتجه ان هم اخدوا تنشيط شهر واثنين وفترة طويلة وعملوا كل إجراءات الطبية ولسه ربنا ما زنش في حمل لأ انتجوا الحقن المجهري الحقن المجهري وقتها في سن صغير خاصة للزوجة ده بيعزز فرص النجاح بتاعتنا حالات كتير جدا بتقابلنا ان هي مثلا يعني 38 39 أو 40 فوق اللي 40 سنة وعندها تأخر من جايب فترة طويلة جدا وتتكلم مع الحالة تلاقيها بقى لها 10-10 سنة بتلفها على الدكاترة كل دكتور بيبدأ معها سايكل من أول وجديد وبيبدأ التنشيط وبيبدأ المتابعة تحسب التكلفة اللي الأم أو الزوجة صرفتها خلال الفترة دي كلها هتلاقيها تكلفة كبيرة جدا تيجي بعد كده ان هي خلاص في الآخر عايز تأجيل الحقن المجهري تدور على التحليل بتاعتها أو تعمل تحليل حاجة اسمية مغزون مبيض استجابت المبيض مع التنشيط تلاقي الأمور ضعيفة جدا وفرص النجاح بتاعتها بتقل فاحنا عشان كده بقول لو فيه إمكانية تسمح بالاتجاه للحقن المجهري عند حالة فيها تأخر إنجاب فترة معقولة وغير مستجيبة للألاج والتنشيط الدوائي يبقى الحقن المجهري في سنه صغير ده أنسب طبعا من نسب مجهر وتبقى على ما شاء الله بجد يا دكتور بنشكر حضرتك وعنشوف برضو بعض الصور اللي حضرتك عملتها في العمليات ونكحت ما شاء الله لحضرتك يعني بجد في الصور برضو تتعرض من بعض الأعمال لحضرتك الصورة دي بقى يا دكتور كانت بتاعت اتنين إخوات توعم دي تقريبا كنزي وكاين اه دي حالة حاني مجهري وبدون تفاصيل تربية تانية لأن الحالة دي كانت مسيرة جدا يعني لا وده برضو ودولتهم برضو لا لا دي حالة تانية تمام وده دي برضو تنطوأم دولتنين تواعم اه دولتنين تواعم مش جايب طفلين لا لا لأ تنطوأم ولا في ورده وكوكوكو دي حالة تربلت يعني دي حالة تلات تواعم دي حالة حالة حاني مجهري ادهم متالية وتالين يعني ربنا يعفظهم وكما دي اتنين اهو مرط ما شاء الله اه بس دي مش حاني مجهري دي تواعم كان طبيعي اه دي نفس الصورة برضو ودي تواعم اللي اتنين ما شاء الله دي حالة حاني مجهري كانت تلاتة برضو دي نفس الصورة استود بلال عبو بالك اه الاسم ألف ببرك لي طبعا ربنا بارك في حضرتك وتربى في عزي رب اللهم امين اللهم امين اه بجد دكتور دي اخر حالة ولادين اه ما اكلمنا برضو مدام نرمين الله احفظ حضرتك ربنا شديك يا خاني وتستطيع في حضرتك طبعا يعني وتربى في عزي رب اللهم امين بجد يا دكتور شكرا لحضرتك جدا على الحلقة الجميلة ويا رب كن أفدنا جميع المشاهدين الكرام وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم 30 دقيقة معهد ترجمة نانسي قنقر